سرعان ما أطلق البنك المركزي حزمة إجراءات أولية على أمل السيطرة على أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أولى هذه الإجراءات تتعلق ببيع الدولار للمسافرين عن طريق المصارف بسعر 1470 دينار للدولار الواحد وبحصة لا تتعدى الخمسة آلاف دولار للمستفيد ومع ذلك فأن المواطنين يعانون من كثرة الزحامات عند مراجعتهم للمصارف قدمنا ويعني حال أوراق وكملنا بس بعدنا إحنا طبعاً لا ينسوا ما مستلمين ووجده حاموة والناس حقها يعني تريد همينة يعني من السافر تستغفاد من المبلغ ليش يصرف على مثلاً كذا سعر الدولار حالياً أسعاره بالسوق حال غالية يعني سعر الدولار 165 ألف وهذه مبادرة جيدة يعني صارت عندنا لتسهيل السفر خارج البلد أو التجارة وهذه يفرق أن يعني مبالغ شبيرة عملية بيع الدولار بشكل مباشر للمسافرين تقضع أيضاً إلى آليات يسيطر عليها البنك المركزي من خلال منصات إلكترونية تدخل فيها بيانات متقدم لشراء الدولار هذه الإجراءات تسببت بزخم كبير على نوافذ البيع لمنح للمسافرين خمسة آلاف دولار وعلى سعر الصرف البنك المركزي 1470 بس أكو زخم يعني إذا تلاحظ يعني بال لأن أكو تعليمات جديدة جتنا بأنه صارت عندنا منصة تدقق وإحنا كل جواز كل مواطن يجري تدقق الجواز ماته الفيزي والتذكرة ترفع على منصة البنك المركزي فتعرفها وأخذ وقت يعني بالتدقيق والجراءات وحد ما يرفعها للمنصة البنك المركزي وتجينا الإجابة ويبدو أن ثمت إجراءة أخرى قد خرجت إلى العالم من أجل السيطرة على أسعار صرف الدولار من خلال تعدد منافذ البيع المباشر للمسافرين في المحافظات العراقية إضافة إلى زيادة تخصيصات المصارف من العملة الصعبة لأغراض التجارة أيضا أوجه البنك المركزي كذلك بأن تكون عملية توزيع تلك المبالغ ليس في محافظة بغداد حصرا وأنها بقية المحافظات عن طريق فروع البنك المركزي العراقي الموجودة في الموصل ومحافظة البصرة وفي أربيل ويبدو أن هناك حزمة جديدة سيطقها البنك المركزي قريبا من أجل السيطرة على سعر صرف الدولار ومنع تهريب العملة من خلال تطبيق الأنظمة الخاصة لمراقبة حركة الأموال داخل العراق بعد رصد عمليات تلاعب وتهريب للعملة الصعبة بطرق مختلفة كما جرت في السنوات الماضية